في تغير متسارع لشكل معركة الحديدة تمكنت قوات الجيش والمقاومة المدعومة من التحالف من اقتحام المطار وذلك بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الحديدة التي تتمتع بأهمية بالغة يمثل السيطرة عليها متغيرا في موازين القوى لسيما وأن ميناءها كان وما يزال يمثل عقدة الأزمة بعد سيطرة الحوثيين عليه واستغلاله لأغراض حربية وعلى الرغم من التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في المحافظة إلا أن المصاعب الجغرافية ما تزال تمثل عائقا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الأرض الصحراوية الممتدة علاوة عن كمية الألغام التي زرعها الحوثيون في محيط المطار وداخله وفيما تتجه الأنظار إلى طبيعة المعركة وانعكاسها على المشهد السياسي لا تزال المنظمات الدولية تحذر من كارثة إنسانية ستخلفها المعركة نتيجة عرقلة الأعمال الإنسانية بالإضافة إلى حجم الضرر الذي سيلحق بالمدنيين وفي الوقت الذي ينظر إلى معركة الحديدة باعتبارها أهم المعارك خلال العامين الماضيين أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث خلال اجتماع لمجلس الأمن عن أمله في أن تستأنف مفاوضات السلام بين أطراف النزاع الشهر المقبل مجلس الأمن الدولي دعا إلى ضرورة الإبقاء على ميناء الحديدة مفتوحا للأعمال الإنسانية مطالبا أطراف الأزمة باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني مراقبنا قالوا إن الكلفة الإنسانية للمعركة في حال طالت مدتها ستصب في صالح ميليشيا الحوثي التي من الممكن أن تعود حينها إلى طاولة المفاوضات حاملة مبررات عديدة لوجودها العسكري وانقلابها تغيرات عديدة انتجتها معركة الحديدة انهزام متسارع لميليشيا الحوثي وضغوط كبيرة يوجهها التحالف العربي فيما يظل السؤال عن مستقبل المشهد الإنساني والسياسي قائمة إلى ما ستنتجه المعركة في المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر